اشتركوا في القناة فريق رأحب فيكم فريق الخيالة أهلا وسهلا فيكم يا خيالة يا خيالة اليوم يومك يا بطل يا خيالة عهلا سهلا فيكم يا مرحبا شرفتونا اليوم وهي ايضا اوحب فريق الفيرق فوق 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 بيرقنا دايم فوق 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 بيرقنا دايم فوق 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 بيرقنا دايم فوق بيرقنا دايم فوق طب طب فوق 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 وسامي والله دوق فوق 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 وسامي والله دوق شكرا لكم يعطيكم الف عافية ولا كنتم اقول حاجة كمان نرجع فوق 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 يا هاني تكفى روغ روغ فوق 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 يا هاني تكفى روغ يا شيخ القلعة يا شيخ القلعة أنا أحب أذكرك أنه أنت في لحظة من اللحظات كان شعارك فوق فوق أنا صراحة يعني أنا مبسوط من فريقكم في هذه الفقرة تحديداً وفريق أيضاً شوك ما شفت شيء يا شيخ القلعة يسعدك رب الجميع ومتابعينا الكرار شربناك قهوة لكن قليل هو مو أقصد هو أقصد هاني أنا شاهدين الكرام ما شربتوني قهوة فنروح لي مفاتيح القلعة يا قلعة الحسن الفريد يا قلعة الحسن الفريد ومكامن الفن الأكيد كل الصعاب لا لا نهاب وقموحنا فينا وطيد يا قلعة الحسن الفريد ومكامن الفن الأكيد كل الصعاب لا لا نهاب وطموحنا فينا وطيد يا شباب أتوقع المسافقة واضحة للجميع وعلى طول بنبدأ ونقول على بركة الله رشحوا من كل فريق واحد يجين هنا بصراحة لأننا عندنا السؤال سريع وإجابة سريعة بسم الله الخيالة عطونا شخص توكلنا على الله آله وسهلا محمد هذا سهل خصم سهل سؤال سهل أسرع إجابة شوف نجاوب عباس كأني أنا جاوبت نجاوبت أنا شكرا سبحانه دقيق دقيق أنا الاربيس معايا ما هو المرض؟ الاربيس معايا قايا سمع شمعنا يا وليد يا أخي الله طبي نعيد طبي يلا نزلت الاربيس؟ نزل الاربيس شنو؟ اللي معايا الاربيس في الخيالة يطلع طليب ثقة وليد ما هو المرض الذي يسمى بالموت الأسود؟ طاعون الله 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 طارون حمان الله وإياك يا شيخ أنت جاوب؟ كان هنا جاوب شكرا لك العافية شكرا لك يا علي من كانت بداية محرقة كانت بداية مشرقة رحمة إن شاء الله عندنا المفتاح الذهبي بسم الله راح نبدأ في سؤال المفتاح الذهبي الأول مو بعندك بعد إجابتك على السؤال سرح تحصل عليه بالعلوم اللي حاطة كل مفتاح يسوى عشر درجات الله كل مفتاح يسوى عشر درجات جمعت لك من يبدأ أول واحد؟ المفتاح الذهبي عارفين شفيته أني يغير لك السؤال فقط نعم وبإمكانكم أنكم تستخدمونا المفتاح الذهبي للجميع كم مرة؟ مرة واحدة شكرا توكننا على الله؟ توكننا على الله للشباب الآن سؤال المفتاح الذهبي كلنا كلنا بسم الله وقفه 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 يلا أنا نفتاح لك سابع نكتبه روح ولوح السؤال يقول شاعر جاهلي طب ما اختاره ولا؟ 12 حرف طب ما اختاره ولا؟ كلنا جاهل لا مفتاح مفتاحي ينتعلمها لك من أول مفتاح ها؟ مفتاح واحد يا حبيبي من أول قفل؟ من أول قفل؟ يلا الأول الأول الفتح الأول الفتح أشوي ها؟ افتح لم واحد يلا ستة نون هذا ليس ستة اختلف العلماء واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عندكم جواب شباب؟ واحد اتنين ثلاثة أربعة افتح حرف ثان افتح حرف ثان الفريق الثاني شاعر جاهل يا شباب نفتح نفتح افتح حرف واحد حدد واحد بس يقولوا كلام افتح حرف للشباب ايه صارت كده او خلي عبد الرحمن وشو؟ باء عشرة عشرة باء عشرة باء واحد اتنين اربعة خمسة ستة سبعة طرفها ابن العبد تسعة جوابت الان جواب استعم بالله استعم بالله طرفها ابن العبد طرفها ابن العبد نشوف الاجابة خطر الف مبروك المفتاح الذهبي اللي فريق خطر البارس الله خطر نشوف الاجابة بادي حرفين بادي حرفين فعلا ما ادري انا حلوين شباب ايش الاجابة؟ ابيد ابن الابرس ابيد ابن الابرس طيب والله ما تجيبون هتفتح كل المفاتيح كان الان معاكم المفتاح الذهبي ايش شباب انا عندنا نصيحة للفريق الثاني ايش شباب انا عندنا نصيحة للفريق الثاني نعتذر يا ابو علي نعتذر طيب نروح للسؤال الاول مباشر على بركة الله لواحد الموجة لواحد الموجة نعم طيب اطرح السؤال الاول يا الله يا شباب والجولة الاولى للفريق فريق البارك السؤال يقول مسلسل كرتوني مسلسل كرتوني كم حرف يا أستاذ بكزوا في المفاتيح اختار لحظة لو سمحت اختاروا من اللوحة الان روح للوحة كم حرف يا قلبي برجعلك بس اختاروا اول شي نعرف كم عدد المفاتيح اللي بتحصلوا حليهم الجولة هذه امطرت ضمنع لي اللوحة هذه اللوحة امامكم الان اختاروا رقم من اللوحة اختاروا مفتاح اختار رقم اختار واحد 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 كم حصر على المفتاح الشباب سبح مفاتيح نرجع للسؤال يلا عن ركز ركزة مسلسل كرتوني افتح سؤالكم كان مسلسل كرتوني مسلسل كرتوني كم حرف يا شيخنا ركزوا في المفاتيح يا شباب كم حرف كم حرف كم حرف كم حرف موجود قدامك كم عددها كلها معك اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة حشر ادعاش اتناعش اتناعش وثمانية مقفل مدري كيف اجمعت الخارج افتح لكم الحرف الاول 1 2 2 2 2 2 4 الول الحرف الاول الثرعة نفتح ثانية آخر حرف دال نفتح لهم واحد ثاني إنه لا يعرف الفتح لكم الثاني كاف ثالث حرف كاف ها نفتح نفتح كدا نفتح كدا افتح شكل كيف الكرة يلا نفتح الكرة لا 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 25 ثانية هنا مافي في النص مافي يلا نفتح افتح تا واحد السادس يفتح يفتح عشر ثواني يفتح الكبت الماجد الكبت الماجد الكبت الماجد اجابة صحيحة لا عليك طلعت من الجولة هذه بمفتاحين يعني 20 درجة 20 درجة ننتقل الفريق الخيالة على برقة الله السؤال يقول نبات من اصل امريكي نبات من اصل امريكي نبات من اصل امريكي نبات من اصل امريكي نشوف اللوحة كل الحروب نرجع لك بس اختار الرقم الان اعرف كم عدد المفاتيح الموجودة كم الرقم اختر يازر اختر 12 الشباب اختار 12 ستة مفاتيح ستين درجة من اول مفتاح ان شاء الله يلا يا اخوان يلا يا اخوان كم حرف شل نبات من اصل امريكي اشوف انا في اكثر 12 كم حرف تسعة حروف تسعة حروف يش اللي في النص دي اللي ملغية هادي ما هي معكم يا شباب ترى ثلاثة مغلقة تسعة حروف تسعة حروف افتح للشباب يلا بسم الله يلا افتح قلوا نفتح ايوال الف الو الف طيب اللي بعده نفتح اول واحد الف افتح اللي هو يعني رقم ثلاثة الف سين سين قبل الاخير نعم نفتح الفتح افتحلم سين الاخير يا هاني اول حرف اول ثاني رقم اثنين واو ثانية حرف يا هاني سين الاخير سين الاخير لا انvadه الاخير مقفول السين الاخير اللي هو اخر شي مقفول والذي قبل انه مقفول يلا افتح 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 petty افتح고هم افتح لهم اب Bring a liexs بقولوا لهم افتح افتح يا اوام لام 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 رقم كم رقم سبعة للام رقم سبعة بعد الأول الوك يعني هذاك مقفل افتح افتح بعد اللام شين شين آخر حرف انتبهوا آخر مفتاح آخر مفتاح لكم انتبهوا ركزوا شوية عشر ثواني دوار الشمس إجابة صحيحة دوار الشمس الله عليك ياسر دوار الشمس فعلا الله عليك ياسر اصلوا على مفتاح واحد في هذه الجولة واحد كوي يعطيكم العافية ننتقل للفريق الثاني مباشرة فريق بيرك طب اللحظة في حاجة من تغيرة ما يشيخ القاعة نستفسر منها في خانات فاضية وفي خانات مغلقة كنت تعطيني اياها مثلا تقول انه اول اثنين مغلقة واخر اثنين مغلقة هذا في المسابقة الماضية لان في براغات في النصف يعني ما في الشيء من الدريح الآن اللي قدامك صرف الشاشة يعني الفاضي يعتبر مسافة الفاضي مغلق الفاضي قدامك الفاضي مغلق ما في اي شيء ما في شيء ما في خروف ما في خروف في بصر طيب المغلق رقم كذا وكذا وكذا يلا بسم الله الفريق يلا بيرك يلا يلا السؤال يقول ان شاء الله توكلنا على الله المغلق كش اقوله مدينة سعودية اول ثلاثة مغلقة